أهلاً وسهلاً بيكم معنا مرة تانية بصوا بقى صلوا على النبي وكل من له نبي يصلي عليه زيدوا النبي صلاة بعد إذنكم شكراً جداً طيب هم موضوعين ملهمش تاني أول موضوع فيه ويمكن اللي كنت بتكلم فيه مع الزمايلي في مسألة السنوية العامة الجماعة السنوية العامة دي هي موجودة بقالها كده مثلاً يجي 100 سنة صح تقريباً أو أكتر شوية وكل سنة لازم الناس تشتكي الناس مش هتبطل شكوى بس إحنا هنا بقى لو بنتكلم على الجيل اللي زي حالاتي وزي حالات كتير جداً من حضراتكم مشاهدين أو مشاهدات ممكن ترجعوا بزهنكم لما كنتوا طلبت سنوية عامة أنتوا كنتوا بتحبوا هذا الشكل من أشكال التوتر لا داعي على الإطلاق أن الأهالي يوتروا نفسهم وبالتالي يصنعوا ويصدروا التوتر لولدهم ممكن بعد إذنكم ما تقفوش في الشارع قدام باب المدرسة ولا تعودوا في عربياتكم ولا تشوفوا إذا كان فيه أهوة لطيفة ولا كافية لطيف تنتظروا عليه الولاد لحد ما يخلصوا يعني تاخدوا تقولوا ها زاكرت امسك الملزمة دي وراجع يراجع إيه يا جماعة قبل الامتحان يراجع إيه ولا حاجة يعني اوعى تظن أنه الملزمة اللي هيمسكها في إيده دي فلما هيراجع الواد ولا البنت دخل جاب النمر النهائي إطلاقاً امتحان السنوية العامة بطبيعة الحال هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة موجودة جوه المناهج اللي زاكر زاكر على رأيه ومر بنا دي الصحة اللي مذاكرش أمره لله سبحانه وتعالى هنعمل له إيه يعني مش هينجح لما احنا نقعد نقول له يا خبر الامتحان كان صعب تفاكر كده هننجحه يعني لا لازم العيل يتعب ده واحد اتنين يزاكر تلاتة نبطل توتر التوتر هينسيه احنا بدأنا أول يوم سنوية عامة الدنيا النهاردة كان امتحان زي زي كل الامتحانات فيه ناس كانت خارجة مبسوطة جداً كمجرة العادة وفيه ناس مش عجبها برضو كمجرة العادة ده الطبيعي أنا على أيامي أول حاجة عملت يا يوسف لا كويس جداً ان شاء الله كله صح وانا عارف انا عملت ايه فيه امتحانات جبت فيها درجات عالية وفيه امتحانات جبت فيها درجات نص ونص وفيه امتحانات جبت فيها درجات زي وش ما قدرش انكر على الاطلاق اجيه اقولك كنت بطلع الاول يعني لا ولا كنت بطلع اول ولا حاجة ده مش معناه انه العيال ما تسعاش انهم يطلعوا الاوائل انا نفسي عيالي وعيالك وعيالنا كلنا يطلعوا الاوائل وانا عيالي في المدرسة زي عيال حضرتك وهكذا لكن المسألة في ايه المسألة إنه التوتر مبيجيبش النتيجة ده واحد اتنين دايما فيه أسئلة صعبة ودايما فيه أسئلة سهلة مش هو امتحان امتحان بقى يبقى فيه أسئلة بتراعي الطالب المتميز جدا والطالب اللي تحت المتميز بشوية والطالب المتوسط والطالب اللي تحت المتوسط والطالب اللي مش عارف حاجة وهيجيب له سؤالين وده مش عارفين هنعمل فيه إيه بعد كده ده يخش النار ده موضوع تاني فبالراحة كده نهار ده أول يوم ندعو ربنا سبحانه وتعالى نبقية الأيام تمشي حلو وجميلة وظريفة وولادنا كلهم يطلعهم زكرين وزي الفل وميد فل واربعتاشر بس قادي كل المسألة